مرحبا بكم سماد اليوم سيدمن لنا نبات قوي بأزهار كثيفة وجدور قوية سماد اليوم أصدقائي سماد منزلي طبيعي سيدمن لنا أيضا أوراق خضرة غير مصفرة سماد رخيص الثمن سهل التحضير وبمكونان بسيطان سيكون مفعولهما على نبتتك كالسحر فلنبدأ مباشرة نأخذ ثلاثة ملاعق شاي أي نوع شاي عندك سواء أخضر أو أسود أو غيره لا يهم إذن لدينا هنا ثلاثة ملاعق صغيرة سنضع عليها لتر ماء دافئ ونترك هذا المزيج على الأقل ثلاثة ساعات حتى يتجانس إذن الآن انتهينا من المكون الأول أي الشاي أو بقايا الشاي والتي ستخلق لنا بعد استعمالها للنبات ستخلق بيئة خصبة لنمو نبتتك وسنرى كيف إذن أصدقائي بعد مرور ثلاثة ساعات تلاحظون أن اللون أصبح بني غامق الآن سنصفي هذا الخليط باستعمال المصفات وهذه النتيجة الآن نمر للمكون الثاني وهو بيكاربونات السوديوم أو سودا الخبز وهي هذا المصحوق الأبيض اللون البلوري الرخيص الثمن ودوره جد جد عظيم لنبتتك فهو للوقاية ولعلاج بعض الحشرات والفطريات وأيضا يحفز نمو النبات نضع ملعقة صغيرة من البيكاربونات ونحرك جيدا الآن أصدقائي هذا الخليط جد مركز وسنخففه للثلتين أي أننا سنضيف لتران ماء ببساطة لدينا لتر واحد ماء نقعنا فيه ثلاثة ملاعق شاي وملعقة صغيرة من بيكاربونات السوديوم وبعد التخفيف بالليتران سيصبح لدينا المجموع ثلاثة لتر من محلول سحري لتغذية النباتات ولحمايتها من الأمراض إذا كنت تمارس فقط الزراع المنزلية في الأحواض والأسس المتوسطة الحجم فكأس واحد فقط مثل هذا جد كافي اسقي به أي نبات عندك مرة كل عشرون يوما سيمد نبتتك بالبوتاسيوم والماغنيزيوم والحديد محلول غني بالأحماض الأمينية وسيخلق بأخصبة جد مناسبة لنمو سليم كما تحب وترضى لنبتتك الشتنات الصغيرة تكون أيضا بحاجة للسماد وأيضا معرضة للإصابة بأمراض فطرية ليكون الحل هو سماد اليوم استعمله رشا للأوراق إذا خفت من هجوم البياد الدقيقي أو المن أو الذبابة البيضاء من أكثر أسباب ذبول وموت النبات هو تراكم الغبار والأطربة أصدقائي صدقوني لن تجد أفضل من هذا المحلول لتنظيف أوراق نبتتك المفضلة وإزالة الغبار واجعل مساماتها وثغورها تتنفس محلول سحري يستعمل كغذاء وكمبيل بحيث يعمل على قتل اليلقات وبيض الحشرات فإذا كنت تعاني من الحشرات كالمن مثلا فرش مرة كل أسبوع لمدة شهر وسترى أن المن سيختفي أصدقائي عودناكم دائما على الأمانة والصراحة مفعول هذا المحلول قاعدي أي أنه يرفع قاعدية التربة بسبب البكاربونات وليس بسبب الشاعي فإذا كنت تزرع في وسط حامدي كالبيسموس مثلا فلا مشكلة المشكلة إذا كنت تزرع في وسط قاعدي فهذا المحلول سيرفع القاعدية أي القلوية والحل هو أن تخلط تربتك بالأسمدة العضوية لأنها ستعمل على معادلة هذا التأثير أتمنى أن يكون الشرح واضح ولمن لم يفهم هذه النقطة فأرحب بأسئلتكم في قسم التعليقات لاحظوا أصدقائي هذه الصورة وأريد منكم أن تتركوا في تعليق مغزى ومعنى رسالة الصورة وصراحة فهي فيها إفادة كبيرة أنصحكم بالمشاهدة من أقوى الحلقات التي توجد على القناة هي حلقة سماد الخميرة والأسبرين صراحة سماد قوي جدا وهو الفيديو المقترح والذي ستجدون رابطه في أول تعليق وأنصحكم بتجربة هذا المحلول العجيب السحري الرائع على نباتاتكم إذن أصدقائي لن أطيل عليكم تقبلوا تحيات أخوكم توفيق للإشارة أصدقائي فأغلب المشاهدات تأتي من غير المشاركين لذلك جزاكم الله خيرا اشتركوا في قناتنا لا تشاهدوا وتغادروا دعوا إعجابوا أيضا اتركوا تعليق إلى اللقاء